يدلنا التصميم المتقن المنظم على وجود مصمم مبدع لذلك فبمبادئ العقل البسيطة نجد أن كوننا يدل على وجود خالق عليم قدير خلقه وقدر مقاديره ويجب أن يكون خالق هذا الكون مختلفا عنه لأنه لو كان مثله لاحتاج إلى من يخلقه وكذلك سيحتاج من يخلقه إلى من يخلقه وهكذا إلى ما لا نهاية وإذا كان هذا الخالق العظيم قد أرسل لنا رسالة من عنده فمن غير المنطقي أن تكون هذه رسالات متناقضة مختلفة بل يجب أن تكون متفقة متشابهة لذلك فلابد أن دينا واحدا من هذه الأديان هو الصواب وباقي الأديان باطلة فكيف يمكننا إذن أن نعرف الدين الصحيح بين كل هذه الأديان؟ لو تأملنا هذه الأديان لوجدناها تنقسم قسمين أديان تدعو لعبادة خالق الكون الذي لم يخلق وأديان تدعو لعبادة المخلوقات كالأصنام والحيوانات والبشر والعقل السليم يحكم ببطلان عبادة ما سنعناه نحن بأيدين من التماثيل أو ما رأيناه عاجزا مصنوعا كالحيوانات والبشر بالتالي نستبعد كل الديانات الأرضية الوضعية يبقى عندنا أربع ديانات فقط من بين تلك الديانات كلها اليهودية المسيحية الزرادشتية الإسلام أما اليهودية فهي ديانة قومية لا يمكنك الدخول فيها ما لم تكن أمك يهودية فالأمر بالنسبة لها منتهن قبل النقاش وأما المسيحية فعندها خلل في أصل فكرة التوحيد لأنهم يعبدون الآب والابن والروح القدس أو يؤلهون المسيح ولا يمكن أن يكون لهذا الصنع المتقن أكثر من خالق لأنه يؤدي للتناقض والاختلاف بين الآلهة وبالتالي فساد الكون ولا يؤدي لهذا الإتقان كذلك لا يمكن للإله العظيم الذي خلق هذا الكون أن يكون عاجزا ضعيفا مصلوبا ويموت ثم يقوم وبالتالي تستبعد المسيحية من المقارنة لم يبقى سوى الزرادشتية والإسلام وتفوق الإسلام على الزرادشتية في نقاط كثيرة منها أولا أن الإسلام رسالة عالمية لكل الناس ثانيا أن رسول الإسلام معروف بالصدق والأمانة أما رسول الزرادشتية فلم يبقى من كلامه وأخباره شيء عند أتباعه ثالثا أن نصوص الإسلام المقدسة محفوظة كلها بأدق تفاصيلها حتى الحركات والسكون وهذا أمر لافت للنظر يصعب أن يكون بقدرة البشر فقط لمدة 1400 عام دون تقدير من الخالق العظيم رابعا أن تصور الإسلام عن الخالق تصور متسق واضح يقبله العقل السليم دون مشاكل خامسا أن القرآن ليس فيه تناقضات وأخطاء طالما فهمناه الفهم السليم ولو كان من عند البشر لوجدنا فيه أخطاء وتناقضات كثيرة سادسا أن الإسلام يفسر لنا فلسفة الكون والأحداث بطريقة مقبولة للعقل وسهلة وواضحة فهناك إله واحد لا شيء مثله يجب أن نفرده وحده بالعبادة دون غيره أرسل لنا بشرا ليكونوا تطبيقا عمليا أمامنا لأوامره وليثبت لنا حينما يطبقون أوامره أن أوامره يستطيعها البشر الحياة اختبار لذلك هناك المرض والألم والشر نحن موجودون هنا في الدنيا لنطيع الخالق ونطبق أوامره ثم نحاسب على ذلك تفسيرات سهلة منطقية للأسئلة الوجودية لذلك كان الإسلام هو الدين الصحيح الموافق للعقل ترجمة نانسي قنقر